اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من دورة تعليم برنامج اكسل في هذه المحاضرة نحن نتناول موضوع تنسيق الخلايا طبعا مثل ما نوهنا انه من هذا الخيار علامة الزائد نقدر نكبر عرض الورقة طبعا هذه الخلايا مؤطرة باطارات رمادية اللون وهذه الاطارات هي اطارات وهمية مجرد كدليل للكتابة يعني عند الطباعة هذه الخيارات لا تظهر فرح نتناول موضوع تنسيق هذه الخلايا وتحويل هذه الاطارات من وهمية الى حقيقية حتى نحدد اي خلية نضغط عليها كليك ونبدأ نكتب مثلا عالم بها الاحترافي نلاحظ انه حجم النص طويل فاكبر من حجم الخلية فعبر على الخلية المجاورة اضغط انتر ألاحظ انه النص عبر على الخلية المجاورة وفي حال انه الخلية المجاورة بيها نص ما رح يظهر جزء اللي عابر على الخلية طبعا نجرب مثال مثلا لو كتبنا هنا نقول حاسوب رح ألاحظ انه الجزء اللي عبر على الخلية المجاورة اختفى بسبب انه حجم الخلية صغير اصغر من طول النص فحتى نخلي طول النص متساوي مع عرض الخلية نضغط double click على الخط الايسر للعمود يعني هسا هذا العمود هذا هو الخط الايمن هذا هو الخط الايسر اضغط double click على الخط الايسر رح البرنامج يسوي لي احتواء تلقائي لحجم الخلية يعني مثلا لو انا عندي هذا النص وهذا النص طويل اذا اريد النص يكون على قد الخلية اضغط double click بالجزء الايسر طبعا مو على هذا الخط الايسر لعلى هذا الخط لانه النص هو موجود بالخلية C او بالعمود C عفوا فأضغط double click هنا رح ألاحظ انه عرض العمود اصبح بنفس عرض البيانات طبعا حتى امسح البيانات احددها بالماوس واضغط delete وليس باقس بيس رح يمسح لي البيانات حتى انسق هذه الخلية طبعا اقدر اتحكم بالماوس بالسهم اقدر اتحكم بعرض العمود ايضا واقدر اتحكم بشكل تلقائي يعني اضغط double click رح اخلي البرنامج يخلي لي عرض العمود بشكل تلقائي مع النص طبعا حتى امسح هذه الكلمة كلمة هاسو احددها واضغط delete احدد هذه الخلية طبعا عدي من الصفحة الرئيسية عدي مجموعة خط مجموعة خط طبعا عدي هنا اول خيار اللي هو شكل الخط او يعني نوع الخط والخيار الثاني اللي هي الاي الكبيرة تكبر لي حجم الخط والاي الصغيرة تصغر لي حجم الخط طبعا رح اكبر حجم الخط شوية ومثل ما قلنا قبل شوية انه النص اصبح طويل حتى اخليه متساوي ويعرض الخلية اضغط double click على الخط اليساري للعمود طبعا عدنا هنا حرف B تخليلي الشكل bolt طبعا باعتبار ان الفونت هو اصلا bolt فما رح تعمل هذه الامكانية لو اختارينا هذا الخط العادي ونلاحظ انه bolt مثل ما تلاحظون انه هذا هو bolt طبعا هنا اي تالك تميل الخط وهنا حرف التصطير اللي هو الضيف لتصطيري اما تصطير عادي اما تصطير مزدوج طبعا حتى الغي التصطير اضغط click على حرف D وclick على حرف I المائلة حتى الغي المائل وعلى B حتى الغي البولت طبعا هذا الخيار اللي هو الحدود رح نتجعله لان بي هو تفاصيل هنا عدنا هذا اللي هو لون التعبئة اللي هو لون تعبئة الخلية اذا تلاحظون انه التعبئة الخاصة بالخلية رح تتغير اما لون النص تابت حتى اغير لون النص عندنا هذا الخيار اللي هو ال A ال A اللي اسفله لون طبعا هذا هو لون النص ونقدر انه نخلي لون التعبئة اللي احنا نريده طبعا نرجع الى هذا الخيار اللي هو الخيار الحدود طبعا الخيار الحدود بهواء تفاصيل ورح نشرحه ان شاء الله في الغالب يعني اكثرهن مثل ما نوهنا قبل بداية المحاضرة قلنا انه هذه الخطوط هي خطوط وهمية وليست خطوط حقيقية حتى نحولها الى جدول حقيقي من خلال هذا الخيار طبعا نحدد البيانات او الخلايا اللي ريد نحول حدودها الى حقيقية ونضغط على هذا الخيار ونختار كافة الحدود مثل ما تلاعظون انه هذه الحدود اصبحت حقيقية وهذه الحدود باللون الرمادي هي حدود وهمية طبعا حتى نضيف حدود حقيقية لخلايا جديدة نحدد هذه الخلايا ونضغط على الامور كافة الحدود حتى الغي الحدود الحقيقية ورجعها الى وهمية اضغط على هذا الخيار السهم واختار بلا حدود بلا حدود طبعا رح ترجع لي الخلايا الى وهمية طبعا حتى اخلي اطار رئيسي بس للخلايا المحددة اختار مثلا حدود خارجية مثل ما تلاحظون انه خلالي بس الاطار الرئيسي واقدر طبعا حد مرضع فخين اصبح عدي الاطار فخين للخلايا طبعا حتى الغي الحدود اروح على بلا حدود ادنى امر مهم جدا اللي هو رسم شبكة الحدود طبعا هذا رسم شبكة الحدود من المواضيع المهمة جدا في موضوع الحدود طبعا حتى اخلي الحدود تكون حقيقية لازم احدد الخلايا ومن ثم اختار كافة الحدود اما الامر رسم شبكة الحدود فهو يرسم لي شبكة بدون تحديد بشكل مباشر وطبعا من الاوامر الضرورية والسريعة بشكل سريع احدد لي شبكة الحدود وحتى اغير نوع الخط ولون الخط من نفس الخيار اختار لون الخط واختار مثلا اللون الاحمر راح البرنامج يغير لي لون الحدود واقدر حتى اغير شكل الخط من خلال نمط الخط واختار مثلا خط ثخين راح الاحظ ان البرنامج راح يرسم لي شبكة حدود بلون ثخين او ممكن بدبل لاين خط مزدوج راح الاحظ ان البرنامج راح يرسم لي بدبل لاين ممكن ان اغير لون الخط من خلال اختار لون الخط واختار مثلا هذا اللون الاخضر وراح الاحظ ان البرنامج راح يغير لي ويرسم لي خطوط باللون الاخضر طبعا الامر كافة الحدود امر مهم جدا واتمنى ان تفتهموه بشكل واضح وطبعا هو سهل وبسيط واستخدامه فقط هو في عمل الحدود للخلايا طبعا الاحظ انه الماوس اصبح على شكل قلم وبصفة قريت شبكة حتى اتخلص من هذه الايكون اضغط اكليك على الامر اللي هو كافة الحدود راح يرجع الماوس بشكل طبيعي مثل ما قلنا نقدر نتحكم بعرض العمود وارتفاع الصف يدويا لو اجيت هنا انا كتبت مثلا بها والاحظ انه هذا النص هو في اسفل الخلية حتى اخلي النص بالمنتصف عموديا احدد الخلية ومن هذه اجزاء المحاذات طبعا هذه هي المحاذات الافقية وهذه هي المحاذات العمودية طبعا هنا عندنا النص الى الاسفل محاذات الى الاسفل وهنا النص ممكن انه اخلي الى المنتصف وهنا انا ممكن اخلي الى الاعلى طبعا المحاذات الافقية هنا النص الى اليمين الى الوسط الى الياسار فممكن اذا اريد اخلي النص الى الوسط الى الوسط عموديا وافقيا اختار وسط عموديا ووسط افقيا الاحظ انه النص تحول الى الوسط مثلا اردت اكتب الحمد لله رب العالمين الاحظ انه النص طويل اطول من الخلية فحتى عدي هنا خيارين حتى انسق النص أخليه يتلائم مع عرض الخلية يأما أوسع الخلية من خلال احتواء تلقائي للخط اليساري للعمود أو أقدر أسوي التفاف الناس أنزل الناس سطر جديد من خلال أنه أضغط على الخلية وأختار التفاف الناس ستراح ألاحظ أنه الناس ستراح ينزل إلى الأسفل طبعا هنا أنا في برنامج أكسل لو جيت أريد أنزل سطر جديد أضغط انتر انتر ما تنزل لي سطر جديد فحتى أخلي الناس ينزل أكثر من سطر عندي طريقة يعني أما أكتب النص اللي أنا أريده وأحدده وأختار التفاف النص أو أضغط مثلا ببداية الكلمة اللي أريد أنزلها إلى الأسفل وأضغط المفتاح Alt وأبقى ضغط على Alt وأضغط على المفتاح Enter بالإضافة إلى Alt راح ألاحظ أن البرنامج ينزل لي سطر جديد طبعا أقدر أنزل بعد سطر جديد وهكذا وبعدها Enter راح البرنامج ينزل لي أكثر من سطر ويحفظ لي البيانات ويخزن ليها بالخلايا طبعا نقدر ندمج أكثر من خلية في خلية وحدة من خلال الخيار Damage وتوسيط وطبعا مثل ما تلاحظون أن هذه الخلايا أصبحت مدموجة وأقدر أضيف بها بيانات من خلال أكتب مثلا عالم بها الاحترافي وقلنا بنفس الوقت نقدر نمطيها توصيط عمودي من خلال أنه نضغط على هذا الخيار ونقدر طبعا نمطيها لون تعبئة ومثل ما تلاحظون أنه أصبحت هذه الخلية مدموجة وملونة باللون الأصفر طبعا الواجب الخاص بهذه المحاضرة كل شخص يعمل الجدول التالي ويلتقط لصورة ويدزنها برسالة طبعا التسلسل الاسم المحافظة ممكن أنه التحصيل الدراسي طبعا التسلسل واحد الاسم مثلا علي محمد علي المحافظة كربلاء التحصيل الدراسي مثلا إدارة واقتصاد طبعا بعد ما أكمل هذا الجدول يحول كافة الخلايا إلى حدود حقيقية من خلال كافة الحدود والسطر الأول ينطي تعبئة بلون أصفر وبلون طبعا تعبئة أصفر وبلون خط أحمر وممكن أنه يكون لون الحدود طبعا أسود وطبعا نختار كافة الحدود مرة ثانية طبعا هذا الجدول كل شخص يعمل هذا الجدول يخلي التسلسل واحد الاسم الخاص بي محافظة اللي هو موجود بيها والتحصيل الدراسي ويلتقط صورة لهذا الجدول ويرسل النياب رسالة نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر